في ذهابه إلى غزوة العشيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقع هنا أقدم نقش إسلامي مؤرخ حتى الآن في المدينة المنورة وهو لأبي المطلب الحارث بن المطلب وله نقش آخر هنا يقول في نقشه هذا اللهم اغفر للحارث بن المطلب فإنه يشهد أنه لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك وكتب في سنة 79 رضي الله عنه وأرضاه وهذا نقش عبد الله بن طريف الجهني رضي الله عنه وهو النقش الخامس عشر له يقول فيه بسم الله أنا عبد الله ابن طريف الجهني أشهد أن محمد رسول الله وعبده أوصي بتقوى الله وهنا نقش أبنه نقش شعري يقول فيه يا أيها الناس الذين هداهم بمحمد رب العباد وأنعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهنا نقش حفيد أسيد ابن جارها الصحابي رضي الله عنه يقول فيه بسم الله أنا أبو عبد الله حسين ابن أبي سفيان أشهد أنه لا إله إلا الله وحده وهذا نقش العلاء بن المغيرة يقول فيه أنا العلاء بن المغيرة أشهد بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل وهنا نقش أبي عمر أنا أبو عمر أراكة ابن حسين ابن أبي سفيان وهنا نقش أنا أيوب ابن أسيد ابن علاء ابن أبي نبقه رضي الله تعالى عنه اشتركوا في القناة